بدأت الأكاديمية البحرية بتكثيف الدارات التكوينية لصالح الشباب الراغب بالولوج للسوق العمل في القطاع حيث أشرف وزير الصيد اليوم على تخرج 300 شاب من مركز التأهيل وتكوين في حرف الصيد التابع للأكاديمية البحرية وذلك بهدف تعزيز السوق المحلية مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الثاني مع الزمير عبدالله بلان على شاطئ المحيط الأطرسي بالعاصمة نواكشوت وتجسيدا لقرار مرتنة الصيد التقليدي والشاطئي في موريتانيا الذي اتخذته السلطات الموريتانية والقاضي بمنع الإبحار على غير الموريتانيين كان الحضور اليوم من أجل حفل تخرج الدفعة الثالثة من الصيادين الموريتانيين بعد تلقيها للتكوين والتأطير من طرف مركز التكوين في موريتانيا الذي يعدد مدير المركز في كلمته الرسمية المراحل التي مرت بها الدفعة طيلة فترة التكوين أولى من دواعي القفطة والسرور أن نرى حبابكم اليوم وأنتم تحضرون معنا تحت إشراف وزير الصيد والاقتصاد البحري حفل تخرج ودمج الدفعة الثالثة من الصيادين التقليديين والتي تتألف من 300 برد برد تلقى في التكوينهم القاعد والنظري والتطبيقي داخل وحدات تكوين تابع للمركز لمدة 3 أشهر في مجال الصيد التقليدي والشاطي السلطات الرسمية والجهات المعنية الممثلة في وزارة الصيد والاقتصاد البحري ووزارة التشغيل والتكوين المهني كانت حاضرة لحفل تخرج الدفعة التي بلغت إعداد أفرادها 300 صياد موريتاني صنعت خبطته في موريتانيا وهو ما جعل الوزير يؤكد على أهمية القرار الذي اتخذته حكومة موريتانيا بغية استفادة أبناء الوطن من دروتهم السمكية يسعدني أن أتقاسم معكم اليوم فرحة تد احتفائي بتخرج دفعة جديدة من الصيادين من مركز التكوين والتأهيل في حراف الصيد التابع للأكاديمية البحرية ويتعلق الأمر بمجموعة تتكون من 300 من خيرة شبابنا خضعوا لتكوين عالي المستوى زاوج بين النظر والتطبيق وبين الإعداد البدن والذهن شباب صبروا وصابروا ورابطوا في ميدان تحصيل المعارف واليوم حان لهم حان الوقت القطاف وطاب السمر ذهنيئا ومرئا حفل التخرج هذا كان مناسبة للصيادين ورجال البحر لإعطاء كلمتهم الوطنية عن أهمية المحيط الأطلسي المطل على العاصمة وما يمثله بالنسبة للموريتانيين عموما والاستيادين على وجه الخصوص فجاءت الكلمات منظومة لا منذورة في بحر من عد الهمي وعليهم عوّل لخلاصي ما أنا فيهم طلعكم ولا أنا فيهم نيمش راصي بحر الموريتانيين 750 وعليهم أسين موريتان الدولة تقبض مواطنين بحارة لا حوله تقلع لهم الكربين باللوت المصغولة ومصولة الليين وفي لذي كولة ومن بونين المسكين وكلمارة الحولة وتبارة للحسين ديروا في الجولة وتقبض مواطنين يعملهم الكهولة وبهذه تكون موريتانيا قد اتخذت خطوة جديدة إلى الأمام في مجال الصيد الموريتاني الذي اعتمد طيلة العقود الماضية على اليد العاملة الأجنبية وهو ما حد من استفادة أبناء الوطن وزاد من نسبة البطالة المنتشرة بين صفوف الشباب ليكون ختام حفل التخرج بتوزيع الشهادات التقديرية على الخريجين وأمام أعينهم سطرت الآية الكريمة الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فالامتدال مطلوب والجد والاعتماد على السواعد الموريتانية هو القصد من وراء ذلك القرار